سترالين لماذا طلب الاستعانة ببشر أرس الله كافيا أن يشد أزر موسى فكيف هذا الدعاء أعتقد والله أعلم أمورا عدة أن الدين والتدين أعملي وواقعي وليس دي ذم تعاليم حالمة خارجة عن منظومة البشر والدنيا ومن ثم من المنطق أن يكون لموسى دعم عملي أرضي ودنيوي أعتقد أن التوكل على الله دون الأخذ بالأسباب تواكل وليس توكلا نعم الله مع موسى ونعم معه موجزات ولكن أين دور موسى في العمل والتخطيط وهذا مبدأ اعقلها وتوكل فمن دون اعقلها أصبح تواكلا وهذا واضح في كل قصة الأنبياء فكل الأنبياء خططوا وفكروا واجتهدوا وكان الدعم الإلهي يأتي في وسط هذا التخطيط فمثلا في غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم خطط لموقع الغزوة عندما سأله الصحابي يا رسول الله أهو الوحي أم الرأي والمشهورة فنرى أنه بعد كل هذا التخطيط جاء الدعم الإلهي بإسالة جنود لم تروها ولذلك نرى موسى هنا يناقش خطة العمل مع الله سبحانه وتعالى والله يستمع ويجيب فتأمل تأصيل مبدأ أن موسى وغيره من الأنبياء بشر يخافون ويحزنون ويحتاجون إلى الدعم في غيرهم من البشر وهذه نقطة مهمة جدا فتحويل الأنبياء إلى شبه ملائكة أمر كارثي في رأيه لماذا؟ لأننا لو صورنا الأنبياء ملائكة لا يعانون معاناتنا نفسها ومشاعرنا نحن البشر العاديين أصبح تقليدهم مستحيلا والاقتداء بهم صعب المنال لأنه سيقال لك يا عمي هؤلاء أنبياء ونحن من؟ لا هم أنبياء بمعنى أن الله تواصل معهم نعم ولكن هم بشر يأكلون ويشربون ويتزوجون ويشعرون ويغضبون ولديهم احتياجات مثل البشر تماما ومن ثم أصبح الاقتداء بهم ممكنا فهم بشر استطاعوا بالعمل والاجتهاد والتدريب وتوفيق الله أن ينجد الكثير أيضا ومن ثم نعم الدعاء اشتد به أسري منطقي وسليم جدا حتى وإن صدر من أحد أعظم الأنبياء على الإطلاق كريم الله وأحد أولي العزم من الرسل ترجمة نانسي قنقر شكرا